اشتركوا في القناة اولا يستطيع جهاز المناعة تمييز مولدات الضد الذاتية التي تخصه هلأ احنا اخذنا بالحصة السابقة في درس المناعة انه مولد الضد هو اي مادة تحفز الاستجابة المناعية المكتسبة وتؤدي الى تكوين مناعة خاصة به هلأ هناك مولدات ضد في داخل اجسامنا اي عبارة عن مواد بروتينية او بروتينات سكرية بتكون على غشاء خلال الدم الحمراء تسمى مولدات ضد ذاتية ويقصد بكلمة ذاتية انها تخص الجسم نفسه وبالتالي لا يهاجمها جهاز المناعة فجهاز المناعة قادر على تمييز هذه المولدات الضد الذاتية اي التي تخص الجسم من مولدات الضد غير الذاتية اي الغريبة فيستطيع جهاز المناعة تمييز الجسم الغريب من الجسم خلينا نحكي مثلا الصديق للجسم لذلك فهو يستطيع التخلص من ايش من الاجسام الغريبة التي قد تدخل الى الجسم فالجسم الغريب الذي يدخل الى الجسم ويحفز جهاز المناعة لتكوين استجابة منعية خاصة به يسمى مولد ضد غريب اما مولدات الضد الذاتية يستطيع جسم تمييزها ولكن لا يكون ضدها مناعة لكن يحتاج الانسان في بعض الحالات المرضية او التعرض الى حادث ما يضطر الى ادخال جسم غريب الى داخل جسمه مثل زراعة الاعضاء مثلا او نقل الدم من متبرعي فبالتالي العضو او الدم القادم من شخص اخر هو جسم غريب يدخل الى الجسم لذلك لا بد من اجراء الكثير من الفحوص لكل من المستقبل والمتبرع لماذا؟ لماذا تجرى الفحوص للمستقبل والمتبرع؟ الجواب للتأكد من انهما ايش؟ متوافقان مناعيا لتجنب حدوث الرفض المناعي عند مين بصير الرفض المناعي؟ في جسم الشخص المستقبل للعضو المزروع او للدم المنقول اذلك عند نقل اي جسم غريب او دم من شخص متبرع الى شخص مستقبل تجرى الكثير من الفحوصات الطبية بينهما لماذا؟ حتى نتجنب الرفض المناعي في جسم المستقبل الذي قد يكون له اضرار كبيرة وخطيرة على جسم الشخص المستقبل قد تؤدي الى الموت لاحظة هون حدوث الرفض المناعي يعرض المستقبل لخطر شديد قد يؤدي الى الموت واحنا طبعا درسنا رح يكون مركز على عملية نقل الدم كمثال على حدوث الرفض المناعي لو توضيح الرفض المناعي رح ندرس عملية نقل الدم متى يحدث الرفض المناعي في نقل الدم؟ في حالة عدم توافق دم كل من المتبرع والمستقبل كيف رح نشوف انه ما بصير النقل او متى يحدث الرفض المناعي؟ الجواب اول اشي لازم نطلع على هذا الجدول المهم جدا اللي بيبين لي انواع فصائل الدم متذكروا بالوراثة اخذنا انه فصائل الدم عند الانسان حسب نظام A,B,O في عنا اربع انواع من فصائل الدم فصلت الدم A,B,A,B,O واتذكروا انه على اي اساس تم تقسيم فصائل الدم الى اربعة فصائل حسب نظام A,B,O الجواب حسب وجود نوعين من البروتينات السكرية على سطح خلايا الدم الحمراء سمي احدها مولد الضد A والاخر مولد الضد B فالفصيل الدم A بيكون عنده مولد الضد A على سطح خلايا الدم الحمراء والموقع مهم موقع مولدات الضد وين على سطح خلايا الدم الحمراء واللي فصيل الدم B عنده مولد الضد B على سطح خلايا الدم الحمراء واللي فصيل الدم A,B عنده نوعين من مولدات الضد عنده A وعنده B اما اللي فصيل الدم O فلا يوجد لديه اي مولدات ضد لاحظوا كيف عشان تحفظوها لاحظوا كيف انه فصيلة الدم تتطابق مع نوع مولد الضد اللي موجود على سطح خلايا الدم الحمراء وهاي يسموها O بسبب عدم وجود زي الزيرو يعني ما في مولدات ضد عند الشخص اللي فصيل الدم O ما عنده لا A ولا B ايضا هذا ايش جديد هلا رح نتعلمه انه كل شخص او كل فصيل الدم في عندها نوع معين من الاجسام المضادة وين موجودة في بلازمة الدم الاجسام المضادة اين توجد في بلازمة الدم وتكون الاجسام المضادة مخالفة او عكس نوع مولد الضد كيف يعني عكس نوع يعني اللي فصيل الدم هو A عنده مولد الضد A لكن لاحظوا النوع الاجسام المضاد اللي عنده عنده anti B اي مضاد ل B لمولد الضد B anti B عكسه اللي فصيل الدم B ايش عنده اجسام مضادة عنده anti A مضاد لمولد الضد A anti A عكسه اللي فصيل الدم A B لا يوجد لديه اجسام مضادة انتبه فصلت الدم A B عنده مولد الضد A ومولد الضد B ولكن لا يحتوي على اي نوع من انواع الاجسام المضادة ما عنده لا anti A ولا anti B اما لفصيل الدم O اذكروا انه ما عنده مولدات ضد عشان هيك هو O زي الزيرو يعني ولكن عنده النوعين من الاجسام المضادة في بلازمة الدم عنده anti A والanti B اما بالنسبة لفصيلة او فصائل الدم المتبرعين الملائمين لكل فصيلة من فصائل الدم السابقة لاحظوا انه فصيلة الدم A وهلا رح نشوف ليش طبعا فصيلة الدم A مين بتبرع لها بإمكانكم تحفظوهم وفي قاعدة هلا رح ناخدها تغني عن عملية الحفظ المهم انه فصيلة الدم A مين بتبرع لأ المناسب اي شخص فصيلة الدمه A او O واللي فصيلة الدمه B مين بتبرع له الB نفسه والO ايضا الAB لاحظوا انه كل الفصائل تعطي الAB عشان هيك الAB بيسموه مستقبل عام حسب نظام A-B-O ركزه الAB مستقبل عام يعني انه بياخذ من كل الفصائل اما بالنسبة لأو مين اللي بيعطي الأو الأو فقط ولكن من ناحية اخرى الأو بيعطي كل الفصائل وما بياخذ الا من حاله ذكروا الأو عشان هيك بيسموه معطي عام بيعطي كل الفصائل ولا يأخذ الا من نفسه اللي بيسموه كريم يعني اما الAB بياخذ من كل الفصائل ولا يعطي الا نفسه عشان هيك بيسموه بخيل فصلت الدم AB بخيلة بتاخذ من الكل ولاحظوا انه ما بتبرع الا لنفسه فقط طيب اذا هلأ نركز على الملاحظات فصيلة الدم دائما تتشابه مع نوع مين مولد الضد الموجود على سطح خلايا الدم الحمراء فصلت الدم تتشابه مع نوع مولد الضد نوع الجسم المضاد الموجود في بلازمة الدم يخالف نوع مولد الضد طيب عكسه دائما سؤال مهم جدا 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 هذا هو اللي يعني اهم نقطة في الدرس متى يحدث الرفض المناعي متى يحدث الجواب اذا اجتمع بتركزه على ايش مولد الضد من مين من المتبرع مع الجسم المضاد من النوع نفسه وين في جسم المستقبل يعني من المتبرع شو بهمنا بهمنا نوع مولد الضد حسب نظام ABO وعند المستقبل شو بهمنا نوع الجسم المضاد اذا تشابهوا مولد الضد تاع المتبرع مع الجسم المضاد تاع المستقبل بصير رفض مناعي في جسم المستقبل اعطيكم مثال هيك بسيط مثلا بنا نقل دم من A إلى B هل يجوز نقل الدم هل يحدث رفض مناعي او لا يحدث لاحظوا انه الـ A هو مين المتبرع وB مين المستقبل شو بهمنا عند المتبرع بهمنا نوع مولد الضد شو عنده مولد الضد عنده مولد ضد A لا تخربطوا مولد الضد دائما يطابق نوع فصيلة الدم نيجي منسأل عند الـ B شو عنده أجسام مضادة عنده بالضبط أنتي A الـ B عنده أنتي A لاحظوا مولد ضد A من المتبرع مع الأنتي A بشابه هون شو رح يصير رح يصير رفض مناعي لأنه هذا اسمه أنتي مضاد لمن للـ A فرح يصير رفض مناعي وين في جسم الشخص المستقبل خلينا نشوف المثال تاعة الكتاب لا يمكن نقل دم من شخص متبرع فصيلة دمه B إلى شخص فصيلة دمه A عكس المثال اللي أنا أعطيتكم إياه B إلى A هل يجوز ومعطينا الكتاب أنه لا يجوز خلينا نشوف لماذا الـ B شو عنده مولد ضد عنده مولد ضد B والـ A شو عنده أجسام مضادة أيوة عنده أنتي B عكسه لاحظوا أنه مولد ضد B بتشابه مع نوع الجسم المضاد وهنا يحدث ايش رفض منه علاية جوز عملية النقل مين الفصائل اللي بإمكانها تتبرع على شخص فصيلة دمه A اللي هو الـ A نفسه ومين والـ O هل الـ A عنده أنتي A طبعا لا أو أنتي B ما عنده يعني ما رح يصير سوري ما عنده مولد ضد B فما رح يجتمع مع الأنتي B اللي موجود عند الأي وهكذا والـ O أيضا ما عنده مولد ضد A ولا عنده مولد ضد B ما عنده مولد ضد فما رح يجتمع مع الأنتي B ولا رح يحدث رفض مناعي سؤال فسر سبب حدوث رفض مناعي في جسم شخص فصيلة دمه وإيش O عنده نقل دم إليه من متبرع فصيلة دمه A أو B خلينا نشوف هاي الأو المستقبل بدنا ننقله دم من شخص فصيلة دمه A أو وإيش B هو بيقول لنا إنه لا يمكن فسر سبب حدوث رفض مناعي ليش الأو مستقبل صح شو عنده أجسام مضادة بما إنه مستقبل شو اللي بيهمنا الأجسام المضادة عنده أنتي A وأنتي إيش B أنتي A وأنتي B طيب لو بدنا ننقله من شخص فصيلة دمه A الأي شو عنده مولد ضد عنده مولد ضد A لاحظوا إنه مولد ضد A لما ينتقل لل O بيلاقي فيه إيش في أنتي A رح يهاجمه ويصير رفض مناعي وإذا بدنا ننقله من شخص آخر فصيلة دمه B ال B شو عنده مولد ضد لأنه متبرع بهمني أعرف شو نوع مولد ضد عنده مولد ضد A بي ال B لما بدنا ننقله لل O هايو عنده أنتي B فشو رح يصير رفض مناعي إذا شو الجواب لأنه توجد أجسام مضادة أنتي A وأنتي B في بلازمة دم المستقبل اللي هو الأو وبالتالي لا يمكن نقل خلايا دم حمراء فصيلة دمها إيه ليش لأنها شو بتحمل مولد ضد بتحمل مولد ضد إيه وما بصير إنه نقله خلايا دم حمراء فصيلة دمها B بتحمل مولد ضد B طيب شو الفصائل اللي بتتبرع على شخص فصيلة دمه O ما في الشي غير إيش O فقط لأنه الأو عنده زي ما حكينا أنتي A وأنتي B وكل الفصائل الأخرى الأي والبي والأي بي عندهم مولدات ضد فأي حدا بنقل A أو B أو A B للأو راح يصير اجتماع مولد ضد مع الجسم المضاد من النوع نفسه ويحدث رفض مناعي إذن فصائل الدم المناسبة لشخص فصيلة دمه O هي مين؟ الأو فقط سؤال هلا نيجي للسؤال المهم إنه شو بصير إذا اجتمع مولد ضد مع الجسم المضاد في من النوع نفسه في جسم المستقبل وهذا خطأ طبعا في النقل ما نتيجة حدوث خطأ أن ينقل دمه من متبرع فصيلة دمه غير متوافقة مناعيا مع فصيلة دم المستقبل إيش بصير؟ يعني لو نعيدنا السؤال بصيغة أخرى ماذا يحدث إذا اجتمع مولد ضد من المتبرع مع الجسم المضاد من النوع نفسه في جسم المستقبل زي مولد ضد A مع الانتي A شو بصير؟ الجواب ترتبط الأجسام المضادة الموجودة في بلازمة دم بتاع المستقبل بمولد ضد الموجود على سطح خلايا الدم الحمراء المنقولة إليه بالله بس خلينا نوضحها الفكرة يعني زي ما حكينا من A إلى B هون حكينا إيش بصير؟ رفض ليش صار رفض؟ لأنه الـ A شو عندهم؟ مولد ضد A والـ B شو عنده أنتي؟ عنده أنتي A وشو بحكي لنا هسا لما ننقل رح يصير مليون في المية إيش؟ رفض مناعي لأنه رح يجتمعوا مولد ضد مع الجسم المضاد من النوع نفسه بحكي لنا إنه رح ترتبط الأجسام المضادة أنتي A الموجودة في بلازمة دم بمولد الضد الموجود على سطح خلايا الدم الحمراء المنقولة ما نتيجة هذا الارتباط؟ شو بصير إذا ارتبطوا مع بعض مولد الضد مع الجسم المضاد من النوع نفسه في جسم المستقبل؟ هاي الجواب ترتفع درجة حرارة المستقبل ثنين آه سوري أول إشي تحلل خلايا دم الحمراء المنقولة هاي الخلايا دم الحمراء المنقولة بصير العملية تحلل لأن الجسم المضاد بهاجمها ثنين ترتفع درجة حرارة الجسم بتاع المستقبل ويحدث ارتعاش في جسمه وفشل كلوي أحيانا وقد تؤدي إلى الموت أو تودي بحياته إذا كانت كمية الدم المنقولة إيش كبيرة تمام وهذا يحدث أيضا عند اجتماع مولد الضد A مع الأنتي A هو الكتاب كان مولد ضد B المثال تاعه مع مولد الضد مع الأنتي A سؤال الكتاب فسر ما يأتي يمكن لشخص يمكن لشخص صاحب فصلة الدم A B استقبال دم من متبرعين فصائل دمهم A و B و A B و O بما أنه بسألني عن الاستقبال إذا شو بهمني بالاستقبال أنواع إيش؟ الأجسام المضادة هل يحتوي فصلة الدم A B على أجسام المضادة؟ لا ما عنده بلازمة الدم لهذا الشخص إيش؟ تخلو من الأجسام المضادة A B ما عنده لا أنتي A ولا أنتي B وبالتالي ما رح يحدث اجتماع مولد ضد من المتبرع مع الجسم المضاد في المستقبل يعني بإمكانه ينقل من A بسهولة عنده مولد ضد A ما رح يجتمع مع الأنتي A هون ما عنده لأنه أنتي والB كذلك نفس الإشي والA B هو أصلا ممكن أنه يعطيه والO ما عنده مولدات ضد أصلا إذن هون هاي شايفين الجواب؟ فلا يحدث اجتماع مولدات ضد مع الأجسام المضادة لها وبالتالي لن يحدث تحلل لخلايا الدم الحمراء المنقولة من أي فصيلة هون عندنا انظر المخطط التالي مش موجود عندكم عدوسية بإمكانكم تسووه هذا المخطط طبعا بيسهل علينا عملية حفظ فصائل الدم أو طرق نقل الدم التي يمكن نقلها دون حدوث رفض مناعي بنحط هون O وبالأسفل A B وهون A وبالسهم من O بيعطي كل الفصائل بهذا الشكل وكل فصيلة تعطي نفسها بهذا الشكل كل فصيلة تعطي نفسها وكل الفصائل أخرى أيضا بتعطي مين ال A B هيك بكل المخطط اكتمل لاحظوا هون لاحظ أن فصيلة الدم A B يمكنها استقبال الدم من جميع الفصائل ترسموا عندكم عدوسية في هذا الفراغ موجود لو حكينا علل ليش ال A B بيقدر يأخذ من كل الفصائل لأنه ما عندوش أجسام مضادة لعدم وجود أجسام مضادة وين؟ في بلازمة دم فصيلة الدم أو يمكنها التبرع لجميع الفصائل بما أنه نحكي عن التبرع لأنه ما عندو مولدات ضد على سطوح خلايا الدم الحمراء ثلاثا كل فصيلة تعطي نفسها يعني من خلال هذا المخطط بإمكانه نعرف كل عمليات نقل الدم التي تحدث بدون حدوث رفض مناعي تمام نجهل للنوع الثاني من أنظمة فصائل الدم عندنا اللي اسمه النظام الرازيسي النظام الرازيسي اللي هو يعني باختصار موجب وسالب موجب وإيه سالب تذكروا هاي شو هسا رح نشوفك إمتى بيصنفوا فصائل الدم أنه موجبة العامل الرازيسي أو سالبة العامل الرازيسي ملاحظة تجرى فحوصات إضافية قبل إجراء عملية نقل الدم قبل ما ننقل دم من أي شخص لآخر مش بس بتطلعوا على نظام اي بي او مولد الضد والأجسام المضادة حسب نظام اي بي او لا أيضا تجرى فحوصات أخرى للتأكد أنه يمكن التبرع به دون حدوث أي مضاعفات في المستقبل طلعوا هلأ عملية نقل الدم أو التوافق المناعي في نقل الدم بيكون ضروري في حالتين مطلوبين لنا أول حالة اللي هي فصائل الدم حسب نظام ايش اي بي او ودرسناها اللي درسناها نحن أول ما بننيجي ننقل دم بنتطلع على فصائل الدم هل بتزبط ولا ما بتزبط حسب المخطط اللي أخذناها هلأ إذا بتزبط بننتقل له الجزء الثاني حسب نظام العامل الرازيسي اللي هو ايش الار اتش بنشوف شو العامل الرازيسي الار اتش وهلأ رح نشوف ايمتب ممكن النقل و ايمتب لا يمكن النقل ايمتب يكون الشخص موجب العامل الرازيسي موجب يكون الشخص موجب العامل الرازيسي اار اتش بوزيتف في حال وجود مولد ضد دي على سطح خلايا دم الحمراء يعني خذوا بعين الاعتبار انه فيه عندنا صار مولد ضد ثالث اسمه مولد ضد دي اخذنا عن مولد ضد اي ومولد ضد بي فيه نوع ثالث من المولدات الضد شو اسمه دي مولد ضد اي مولد ضد بي هدول اللي هم دخل فيه فصائل الدم حسب نظام اي بي او ركزوا حسب نظام ايش اي بي او مولد ضد الثالث اللي هو دي هذا حسب النظام الرازيسي يعني لما اجي اسألكم ما نوع مولدات الضد اللي موجودة او ما نوع مولد ضد اللي موجود حسب النظام الرازيسي تحكيلي اما انه مولد ضد دي موجود او مش موجود ما فصيل الدم وحسب النظام الرازيسي إذا كان مولد ضد D موجود منسميه موجب وموجود عند معظم الأشخاص إذا كان مش موجود منسميه سالب العامل الرازيسي ويعبر عنه باستخدام الرمز D small ماشي؟ إذن إذا كان المولد ضد D موجود منسميه موجب إذا كان مش موجود منسميه إيش؟ سالب يعني بس هيك مثال بسيط يعني لو عنا شخص يوجد على خلايا دمه الحمراء مولد ضد A ومولد ضد D عنده مولد ضد A وD وأجي أسألكم إيش فصيل الدم وحسب نظام A, B, O الجواب A لأنه عنده مولد ضد A إيش نوع فصيل الدم وحسب النظام الرازيسي الجواب موجب العامل الرازيسي ليش موجب أستاذ؟ لأنه عنده مولد ضد D لو ما كان عنده مولد ضد D بيصير A سالب طيب ملاحظات الآن بالنسبة لعملية التبرع كثير سهلة الشخص السالب الشخص RH سالب يمكنه التبرع لأشخاص فصيل الدمهم موجبة أو سالبة يعني السالب بعطي السالب وبعطي مين؟ الموجب بس شو بشرط؟ توافق الدم مناعيا حسب نظام A, B, O مش حكينا أول إشي بنطلع على نظام A, B, O إذا الأمور زابطة حسب المخطط بنشوف إذا من سالب لسالب أوكي من سالب لموجب برضو أوكي يمكن النقل لا يحدث رفض مناعي الشخص الموجب يمكنه التبرع أيضا لشخص إيش؟ موجب إذن الموجب بيعطي الموجب بس السالب بيعطي السالب والموجب والموجب بيعطي الموجب بشرط أيضا توافق الدم مناعيا حسب نظام A, B, O ثلاث وهي أهم نقطة لا يستطيع لا يستطيع الشخص الموجب التبرع لشخص آخر سالب الإشي الوحيد اللي ما بيصير إنه من موجب لمين لسالب لا يمكن حتى لو إنه نظام A, B, O متوافق يعني واحد A موجب هل بيصير يعطي واحد A سالب؟ الجواب لا يحدث رفض مناعي على الرغم من إنهم متوافقين مناعيا حسب نظام A, B, O لكن حسب النظام الرازيسي غير متوافقين مناعيا الموجب ما بيصير يعطي السالب لماذا؟ هاي بتركزوا فيها هاي أهم إشي بالدرس ليش الموجب ما بيصير يعطي السالب؟ الجواب لأنه يتسبب دخول خلايا دم المتبرع التي تحمل Aش مولد ضد D لاحظوا يبدأ أسألكم يا هون A موجب بده يعطي لواحد Aش A سالب هلأ بالنسبة ل A, B, O ما رح نحكي عنه لأنه بيصير حسب A, B, O ولكن لأنه من الموجب لسالب شو قلنا بيصير رفض لنعرف ليش بده يصير رفض هذا شو عنده؟ عنده مولد ضد D ماذا يحدث؟ هاي مولد ضد D موجود على سطح خلايا الدم الحمرة أول ما تنتقل إلى جسم المستقبل سوف يستجيب لها جسم المستقبل بتكوين أجسام مضادة لها anti-D يؤدي إلى تكوين anti-D طبعا صار في عنا anti-D مع مين؟ ما مولد ضد D استجابة مناعية مولد ضد D اسمه مولد ضد هو جسم غريب انتقل إلى شخص مستقبل سالب العامل الرازيسي ما عنده مولد ضد فجسم المستقبل سوف يعتبره جسما غريبا ويؤدي إلى تكوين أجسام مضادة له شو اسمها؟ anti-D يؤدي إلى تكوينها نتيجة دخول مولد ضد فرحل anti-D اتهاجم خلايا الدم الحمراء زي ما معروف حكينا قبل شوي وتؤدي إلى تحللها وترتفع درجة الحرارة ويحدث الارتعاش في جسمه وقد تؤدي إلى حدود فشل كلاوي والموت أحيانا لاحظوا هون هيا سوف ترتبط الأجسام المضادة anti-D بمولد ضد D الموجود هيا الأجسام المضادة سوف ترتبط بمولد ضد D المنقول فبتسبب تحلل ارتفاع درجة الحرارة وارتعاش والموت إذا كانت كمية الدم المنقولة كبيرة بدي ركز على نقطة هون مهمة جدا أنه anti-D هذا anti-D هو غير موجود في الحالة الطبيعية يعني واحد A سالب أنا دمي A سالب أجي أسألكم شو عندي مولدات ضد عندي هذا الA سالب شو عنده مولد ضد بس مولد ضد A شو عنده أجسام مضادة عنده anti-B هل عنده anti-D في دمه يعني أنا في الحالة الطبيعية هيك عندي anti-D لا لا يوجد لا يوجد anti-D السؤال متى يتكون الanti-D يتكون إذا انتقلت خلايا دم حمراء أخرى إلي شو كانت موجبة يعني إذا واحد أعطاني واحد موجب أعطاني دمه مولد ضد D عنده رح جسمي يستجيب بتكوين الanti-D ويؤدي إلى حدوث رفض مناعي في جسم المستقبل تمام؟ هل يمكنكم تركزوا عليها الanti-D غير موجود في الحالة الطبيعية عند أي شخص غير موجود لا عند السالب ولا عند الموجب أكيد متى يتكون؟ إذا انتقلت خلايا دم حمراء موجبة إلى جسم هذا الشخص سيستجيب لها الجسم بتكوين أجسام مضادة لها اللي هي anti-D في سؤال جبوب الوزارة الفصل الماضي أعطيكم يا أحكي لكم إياه إنه إذا أردنا أن ننقل بلاز ما دم أردنا أن ننقل إيش؟ بلاز ما دم إلى أي شخص مثلا هذا الشخص فصيل الدم وإيش؟ إيه؟ دائماً بهمنا يا شباب في عملية النقل الدم حسب نظام ABO حسب ال-ABO إنه ما يجتمع مولد ضد مع الجسم المضاد من النوع نفسه فهذا الشخص اللي فصيل الدم وإيه؟ بدنا ننقله بلازمة دم من شخص إيش؟ متبرع أي شي فصيلة الدم المناسبة اللي بدنا ننقلها للشخص اللي فصيل الدم وإيه؟ طبعاً يذكروا إنه إحنا شو بدنا ننقل؟ بلازمة والبلازمة ماذا تحتوي؟ تحتوي أجسام مضادة إذن بهمنا نوع فصيل الدم إنها ما يجتمع فيها الجسم المضاد منها مع مولد ضد إيش عنده؟ إيش؟ إيش فيه؟ إيش فيه؟ إيش فيه فصيل الدم؟ لا يوجد فيه بلازمة دم عندها أجسام مضادة تجتمع مع الأيه؟ وتزبط إيش الجواب؟ هنا بهذه الحالة أكيد بزبط الـ A-B الـ A-B إيش فصيل الدم؟ إيش المولدات الضد اللي عنده؟ عنده مولد ضد A مولد ضد B هل عنده أجسام مضادة؟ ما عنده أجسام مضادة إذن يمكننا نقل الدم بسهولة نقل بلازمة دم ركزه ننقل بلازمة دم وفي هاي الحالة بيكون فصيلة الدم A-B بيكون معطي عام لإيش؟ معطي عام لبلازمة دم ليش؟ لأنه ما عنده أجسام مضادة فبالتالي بيستطيع أنه ينقل دم لكل الفصائل الأخرى طب هل هذا الشخص يمكن أن ننقل له من شخص فصيل الدم وـ O؟ ننقله بلازمة دم من شخص فصيل الدم وـ O؟ لا طبعاً الـ O شو عنده أجسام مضادة؟ عنده أنتي A وعنده أنتي B الأنتي A لو نقلنا له رح تجتمع مع مولد ضد A وتسبب تحلل خلايا الدم هل يجوز أن ننقل له من شخص فصيل الدم وبي؟ تجيب تسألوني شو عنده أجسام مضادة لـ B؟ عنده أنتي B أنتي A سوري عنده أنتي A الـ B فما بزبط نعطي له الشخص اللي فصيل الدم وإيه؟ إذن ركزه إنه إذا بدنا ننقل بلازمة دم أحسن إشي يكون عندنا فصيلة الدم A-B لأنه ما فيها أجسام مضادة وبالتالي لن يجتمع مولد ضد مع جسم مضاد من النوع نفسه يعطيكم العافية إن شاء الله تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس وهيك منكون ختمنا الفصل الثاني من الأنشطة الفيسيولوجية إن شاء الله نراكم في الفصل الثالث والأخير فصل التكاثر يعطيكم ألف عافية ترجمة نانسي قنقر